السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معادنا مع موقع اسمه ويز اي كيو الموقع ده ممتاز جدا تقدر تعمل به محاضرات افتراضية تقدر تبعت الرابط لعزة معادمة الذكاء او تنشره على فيسبوك بحيس يبقى مفتوح لكل الناس انها تحضر المحاضرات تقدر تسجل المحاضرات دي فيديو تقدر تسجل الكلام اللي هكتكتبه على الصبورة في صبورة بيدا شكلها حلو بشيك تقدر تعملها ده ونلود بيدي اف خلينا نبدأ ونشوف الموقع بتعمل ازاي هقول له انا عايز ابدأ نسخة تجربية مجرد بتكتب الاسم والايميل والدولة والتليفون وبعد كده تختار نوع الحساب هل انت هتدرب ولا شركة فيها مدربين ومتدربين ولا طالب تمام انا عامل حساب قبل كده فهدخل به اول ما بدخل بلاقي الشكل اللي دوت بقول له انا عايز اجربه اه كلاس برشوال بقول له اسكادوالا كلاس يعني انا هبدأ اول ما سنعمل لي الكلاس ده ايوم كزا طيب الطايت البتاعي اقول له انه انا المحاضرة انا بزاجة معرومات البناء هبدأ اضبط تاريخ النهاردة خمسة شهر تمانية هقول له مسلا لا ده انا عايزها يوم واحد وعشرين تمانية تمام الساعة كم الساعة خليها الساعة سبعة كون الناس روحت من الشغل تمام اي بي ام اه عايز تضيف تقول له انا هتكلم عن كذا وكذا وكذا انه الحاجات اللي هنتكلم فيها اه انجينيرينج تمام هنتكلم على ايه في الانجينيرينج تبدأ تحدد بقى ايه المواضيع اللي انت هتتكلم فيها ولياكم مسلا الارتكشر تمام سيف ابهد كلاس هتكتب بقى معرومات عن الكلاس دوت عايز المحاضرة دي تسجل ولا لا تمام عايزها تبقى اه عايز اه هل لازم يكونوا مسجلين في الموقع اللا اه فانا بقول له انا اي احد عايز يدخل يدخل يشاز بيكون مسجل في الموقع بدا مع الروبط تمام ممكن تضيف بعض المعلومات المحاضرة دي هتعدد ايه هنا مثلا ستين دقيقة تضرر اثناء الكورس اول ما يخلصوا تزودهم اه ممكن تخليها خمس ساعات اللي هما تلتمت دقيقة اقصى عدد للطلبة ممكن تزود بقى تقول ناسا لا خلي اه اه عايز الناس اللي تحضر تشوف اسمائهم ولا لا طبعا اكيد انا عايز اتجرف بما عارفة اسمائهم اللغة مش هتفرق تمام اه 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 ممكن ترفع لوجو طبعا هنرفع لوجو بين عربية تمام طيب انا هفتح بقى القاعدية تمام بيقول لي الفلاش بليار بالشغال هقول له شغالي الفلاش بليار بيبدأ اتواصل انا اول مرة استخدمت الموقع دوت كان من خلال منطقة دارين بيقول لي انت عايز تشغل القامرة فبقول له ماشي والصراحة كان الموقع سهل جدا وبسيط وكانش فيه مشاكل والف شكر للمنطقة دارين طبعا اول مرة بياخد شوية وقت بسيط تمام لانه مثلا بيكون في ملف ناقص كده وبعد كده بسرية بيقول لك هل تسمح لي انه يحصل على القامرة قول له اللي هوا بيقول لي انتشغل المصاربة بتاع الهاردوير هل تسمح بتشغيل المصاربة بتاع الهاردوير بفيش مشكلة هل تسمح بياخد الكاميرا قليه هل تسمح نوع خاص لان المعملات على الكموتر بتاعك ماشي الميكروفون تدار تتحكم في الميكروفون وهتلاقو التقرار للصوت فانا هل تطرق بس دلوقتي تمام الكاميرا هتشغل قليل كاميرا وبعد كده بقوله بيعمل تجربة للصوت تمام قبل تجربة الميكروفون طيب لو كله شغال بتقوله انا زي الفول كويس والحمد لله هنا بقى بتبدأ تظهر معك الناس اللي انت اديتها الرابط يبدأوا يظهروا معك هنا ويظهر هنا فتبدأ تكتب تقول ايه اهلا بكم مع بيم ارابيا تمام تمام فايظهر ان انت اه بيترحب بالناس لو الربط مع عناس كتيرة هيبدأوا يتنقشوا معك ويكلموا معك اه وانت شغال محتاج ان انت بقى تشرح اي حاجة فهتلاقي اه دي ده هتشرح هوت تمام انا طبعا مش عارف ما برسم ايه بس يعني تخيلوا ان دي درسمة كويسة تمام اه يعني لو انت عايز تشرح اي حاجة هتلاقي تصبرها باستاعدك اه تقدر تقول له ان عايز اشغل اه باور بوينت عايز اشغل صورة عايز اشغل فيديو فتقدر تشغل اي حاجة انت عايزها ممكن تقول له انا عايز اعمل ابلود لا اي ملف تمام وليكن مسلا هشوف الملف عندي اه نختار اصغر واحد اضافت دوت بس ناخد شوقات في التحميل ده كنت مش عارفة برنامج كوانتيك اوف خاصة بالحصر في احد الشركات يعني خلاص هو الملف هو اتحمل فلي باقي انا ممكن افتح اكتر من تاب وقدر اتنقل بينهم يعني ده اللي احنا شابطنا فيه الشابطة السريالية ديت ده الباور بوينت تقدر من خلال الاسمتين من الحاجة اللي بعديها دي الشرايح مسلا هقول له حقات للشراحة اللي بعديها تمام اقدر من هنا اتحكم في الصوت ومين اللي يتكلم ومين اللي حق الكتابة مين اللي حق يعني نسبة ده الميكروفون لو احنا عايزين الكاميرا الصوت تقدر تسمع الناس اللي تتكلم تقدر ترفع ملف فيديو ميديا بليار تقدر تعمل تصويت بس يعني محدش يتدور في التصويت ده يعني تسأل الناس مثلا في المحاضرة فطبعا كله تقولهم حلوة ولا حلوة قوي فهم يختاروا حلوة ولا أحلى ويبدأ تصويت زي ما شايفين الموقع ممتاز جدا كل حاجة فيه كويسة وسهل الاستخدام واتمنى يفيد الناس في نصفة طبعا تجربية وفي نصفة بفلوس وانت حسب ما تحدي ترجمة نانسي قنقر